هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدق قال بريدة ثم سمعته يقول من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدق يعني مثل مضاعف مثل هذه الصدق مضاعفة فقلت يا رسول الله سمعتك تقول من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدق ثم سمعتك تقول من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدق فبين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفضل المتزايد المتصاعد بقوله عليه الصلاة والسلام كل يوم مثله صدق قبل أن يحل الدين يعني أقرضه وهذا القرض في كل يوم من الأيام قبل أن يحل الأجل فالرجل يعيش في صدقات هذا القرض وأما إذا حل الدين فأنظره وصبر عليه فله كل يوم مثليه صدق والنظر بمثال على ذلك رجل أقرض آخر عشرة آلاف درهم أقرض آخر عشرة آلاف درهم له في كل يوم صدق على هذا القرض مثل هذا القرض قال فله في كل يوم مثله صدق مثل هذا القرض كم يعني؟ عشرة آلاف في كل يوم صدق كأنه تصدق به وسيأتي أيضا معنا كيف القرض إذا أقرضه مرتين قال فما دام أنه الآن لك أن تتخير أنك أمهلته سنة ثلاثمائة وستين يوم ففي كل يوم كأنك تصدقت بعشرة آلاف درهم فإذا حل الأجل الآن حل الأجل ولكن ما سددك فأنظرته ويسرت عليه فلك في كل يوم مثليه صدق لك في كل يوم مثليه صدق كم يعني في كل يوم؟ عشرين ألف كأنك تتصدق كل يوم عشرين ألف بربكم إذا سمع الناس مثل هذا الحديث هل يحتاج الناس إلى الفجور في الخصوم؟ هل يحتاجون إلى السب والشتم وإساءة الظن بالآخرين؟ هل يحتاجون إذا رفع دعاوة في مراكز الشرطة والمخافر والمحاكم؟ ما يحتاجون المسلم الذي يعلم بأن هذه الأعمال كلها ستأتي يوم القيامة في ميزان حسنات يصبر ويتحمل ويتسع صدره لأخيه وينظر أخاه لأنه يوميا هو كسبان أنت الآن يوميا حينما تقرض أخاك يوميا لك بمثل هذا القرض صدقة كأنك تصدقت في سبيل الله وإذا حل الأجل وما سددك وصبرت عليه لك صدقة مضاعفة لك صدقة مضاعفة ولذلك من المهم جدا إشاعة مثل هذه الأحاديث العظيمة بين عامة الناس صحيح طبيعة النفس البشرية تنزع إلى قضية استرداد الحق شيء طبيعي هذا والشريعة يعني الشريعة لا ترفض هذا المبدأ ولكن المرفوض ما هو الفجور في الخصومة المرفوض الأذية المرفوض الضرر المرفوض عدم الصبر لك ما تصبر على أخيك ولذلك جمهور الفقهة في قول الله تعالى فنظرة إلى ميسر قالوا ألفاء هنا للوجوب يعني يجب عليك أن تنظر أخاك وأن تمهله حتى يستطيع وسبق وأن تكلمنا أن بعض الناس للأسف على مبلغ يسير جدا يقيم الدنيا وما يقيده ربما يعني بذل أموال لاسترداد هذا المبلغ أكثر من المبلغ الذي دينه وأقربه يعطي المحامي يعطي كذا ويتكلف علشان مبلغ يسير ممكن كان بإمكاني أن يصبر عليه أما إذا جحد المقترض فلك الحق أن ترفع دعوة لكن يقول لك لا أنا حقك عندي لكني والله ما عندي صبر علي بعض الناس قد يكون غني لكن ما عنده سيولة أنت الآن بمثل العملك هذا تضطر إلى أن يبيع بعض الأعيان يمكن يبيع سيارته يمكن يبيع بيته يمكن يبيع أرضه يبيع مثلا شركته حتى يسددك فاصبر عليه هذا هو المعنى بارك الله فيكم ولذلك أنظار المعسرين لا شك بأنه سبب من أسباب بقاء الرحمة والمودة والأخوة بين أهل الإسلام وأيضا انتفاء مجموعة من الأوضار والأخلاق الرديئة السيئة من بين المسلمين مثل البخل والشح والأثرة وكذلك استقصاء الحق كاملا وأيضا ما يتبع ذلك من حقد وكراهية وما يتبع ذلك من ضرر مادي ومعنوي نسأل الله أن يعافينا وإياكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر